تمكن نادي اتحاد الشرطة الرياضي من الفوز على نظيره نادي شباب روكم بهدف مقابل لا شيء في مباراة وذية تجربية هي الأولى لنادي اتحاد الشرطة بعد إعادة تفعيل نشاطه المجمد لأكثر من ثلاثين عام تفاصيل أكثر في التقرير الذي أعده لنا مراسلنا محسن بالبحث وعاد من جديد لأرضية الملعب بعد تجميد نشاطه لقرابة الثلاثين عام نادي اتحاد الشرطة الرياضي يستعد وبقوة لخوض غمار الاستحقاقات الرياضية القادمة بدماء شبابية جديدة حتما كان لها كلمة الفصل على أرضية ملعب الفقيد بارادم وذلك بفوزه على شباب روكم بهدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التجربية التي جمعتهما عصر الأحد في المكلة اليوم يعتبر عرص رياضي لنادي اتحاد الشرطة بعد فترة طويلة من التوقف والآن عاد التفعيل لهذا النادي العريق توقف هذا النادي بقرار سياسي في عام تسعين والآن الحمد لله بدلة يهود لعاد التفعيل نشاطه أول مباراة تجربية لهذا النادي نشارك فيها شقانة نادي شباب روكم عودة النشاط الجديد لنادي اتحاد الشرطة الرياضي جاء بقرار وصف بالشجاع من قيادة أمن ساحل حضر موت ومباركة مكتب الشباب والرياضة ليعيد لجمهوره ألق الرياضة وزمن البطولات نادي شرطة الرياضي تابعنا فيه منذ فترة بهدف إعادة تفعيل النشاط والحمد لله طبعا المكتب تابع هذا الموضوع مع المدير العام لمن شرطة منير إكرام التميمي وفي النهاية استخلصنا إلى صدور قرار من مكتب وزارة الشباب الرياضة بإعادة تفعيل نادي شرطة الرياضي ونضمه إن شاء الله في قريب العاجل ضمن الأندية المعترف بها وسيخوض في يناير القادم بطولة كاس حضر موت مثل ومثل جميع الأندية بدايات جيدة لنادي اتحاد الشرطة الرياضي ليبقى الميدان شاهد على من هو جدير بالبطولات لقناة البوكلة محسن بالبحيث